السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شبابنا هنعملوا ان شاء الله جماعة مخل البصل بصوا باختصار كده البصل اللي انتو شايفينه قدامكم ده ده عبارة عن بصل ومية وملح كمية الملح انا محددتهاش يعني حطيت مثلا نص حوالي كيسة الربع كده ايه كيسة الربع تقريبا على حوالي تلاتة لتر مية وسبت البصل ده في اسبوع بعد اسبوع المية لونها بقى تغير معاك كده زي ما انتو شايفينه والبصلة ايه لسه برضو ايه متجالسة يعني فبعد كده ان شاء الله هنقشرها وبعد ما نقشرها هنوري لكم هنعمل ايه تاني خليكم معنا بص يا جماعة البصل ايه بعد ما تنضف وده البرطمان ده اللي هنشتغل فيه كده نرجعهم لايه للملح هنحطه قديه ملح دي اتبيضة بص الاختبار بتاعنا ده يا جماعة على فكرة يا جماعة انا شيف عشان محدش بس ايه يستغرف ايه اللي انا بنعمله دوت واعلقتي باللي انا بنعمله ده البضا سقطت في المياه هنطلقها طبعا انا ايه دي نضيفة برضو عشان تبقوا فاهميه وهنحط ملح لحدا ما البضا ديت تعوم طبعا عشان ما نطولش عليكم حن ايه هنبدأ نحط ملح ونوري لكم البضا وهي بتعوم في الايه في المياه اول ما الملح بتحها اتزبقت هتلاقي البضا ديت ايه عامد في المياه هنوري لكم بعد كده نعمل ايه بص اخوانا البيضا عامد ازاي كده انا الملح بتاعنا زبقت الاول حطناها راحت سقطة افضلت انا نحط ملح شوية بشوية لحدا ما ايه عامت معايا دي كده اسلم طريقة ليه وتخليني في الاماقن ولا يطلع ملح زايد ولا يطلع ملح ايه ملح نوعس خليكم معايا هنوري لكم اللي هيحصل بعد كده كده دي باذن الله شطة حمرة فريش مفرومة اهيئت حطت معلقة كبيرة منها هنا في المياه وقلت ودخل حطت معايا عادل تلت الازازة يعني في حدود 300 مل تقريبا يعني تماما هنحط بقى البصل ايه البصل بتاعي كله يبقى احنا كده اعملنا ايه جماعة حطنا البصل بقشرو في ملح لمدة اسبوع وبعد الاسبوع حضرنا المياه بتاعتنا وضبطنا الملح بتاعنا على البيضة خلينا البيضة تعم في المياه حطينا معلقة فلفل شطة حمرة فريش مطحونة ورجعتها حطت البصل طبعا انا عارف العيار بتاعي بتاع المياه حشان كده بفضل الله ايه حطت البصل طلع على قد على قد المياه اللي انا زبطتها يعني ان شاء الله برضو منعيد الكلام تانا جماعنا ما منتبهاش بنفسي بس انا بفضل الله اول شغل انا اشتغلتها في البحر كنت شيف كده ان شاء الله خلصنا يعني هنسيبو اسبوعين ان شاء الله بس يا جماعة كده البصل هو الحمد لله جاهز خالص دي النتيجة بتاعتم كده سبت انا حوالي عشرين يوم ما خدش اسبوعين لا ما خدش اسبوعين خد خد عشرين يوم والله العظيم بسم الله ما شاء الله يعني طلع مياه حلو خالص كده ان شاء الله نهاية الفيديو يا جماعة وكل عامونتم بخير والسلام عليكم موسيقى